اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الساعة الساعة العادية اليومية هاي اللي انت حاطة في بيتك اللي فيها الساعة واحدة وثنتين وثلاثة إلى ما لا نهاية عمره لما صارت الساعة واحد وربع صباحا أو واحد وربع ظهرا تغيرت يعني بصير اسمها مثلا حليب الجزر بدل واحد وربع بظلها اسمها واحد وربع مرتين تتكرر اسمها واحد وربع واي ساعة واي عقرب واي تحرك وهذا معروف وثابت بظل الاسم ثابت والمعنى ثابت وبيتغيرش فعشان هيك بتظلك تلفظه نفسه اذا بدأت لاعب بالكلام شو بقولك انا بقولك واحد وخمستاشر دقيقة فهيك يعني انا شو سويت يعني هيداني وهيداني ما غيرتش اشي يعني فعشان هيك الخارطة الفلكية هي 12 بيت يعني 12 ساعة دورة فلكية ماشي فالقمر لما بكون موجود في اي بيت يعني هي زي انه هذا العقرب الكبير فعشان هيك ما رح يتغير اشي ايش اللي بيتغير بتغير انه ايجابي او سلبي يعني زوايا او نحوسة القمر او ساعة القمر فعشان هيك منقول يعني يا نهار يا ليل فهيك هاي بكل بساطة الان الكواكب هاي الثاني اللي موجودة باوقات مختلفة من اعتبرها الارم يعني منبه يعني جرس فعشان هيك كل ما بيجي العقرب الكبير او الصغير على هاي الزاوية على طول الخط بعطينا الارم بعطينا تنبيه فالتنبيه هذا يا بكون ايجابي يا سلبي ففي بداية كل حلقة احنا منذكر الزوايا الفلكية اللي منحدد نحوسة وسعودة الكواكب فيها وبرضو منذكر احنا سعودة ونحوسة الكواكب على حسب وضعها تراجعها او على حسب سره الامامي على حسب وجودها في البيوت على حسب اتصالاتها منحدد قديش نسبة السعادة وقديش نسبة النحوسة لكل كوكب الآن هاي الزوايا في زوايا بطيئة يعني في يوم ثمان ساعات ست ساعات بتنتهي الزوايا هاي وفي زوايا بطيئة جدا يعني لما نيجي نحكي مثلا المريخ بطيء مش بطيء جدا بطيء ولكن بشكل زاوية التربيع مثلا مع الكواكب اللي موجودة في برج الجديد ومنيجي منقول انه تأثيراتها هاي رح تستمر لغاية شهر 11 معناته من اول يوم بلشت في الزاوية المنفصلة مش المنتصلة لغاية نهاية الزاوية هاي واحنا كل يوم نعيد نفس الكلام نفس الكلام انه زاوية التربيع بين المريخ وبين الكواكب اللي موجودة في الجديد وهذه ولا ثلاث كواكب بطيئة يعني في زاوية التربيع راح تلان هي قائمة مع بلوتو ولكن هي في زوايا منفصلة موجودة ما بينه بين المشتري وما بين زحل فعشان هيك رح اظن اعيد ديروا بالكم من هاي وديروا بالكم من هاي رح اذكر التأثير بالنسبة لبرجك اللي موجود بالحمل وتأثير برجك بالنسبة للك اللي موجود بالجديد يعني اي بيت بيعني لك عشان انت اذا ما بتعرف البيوت الرابط محدود في صندوق الوسط فالان انا لما بشرح لك هاي النقطة بظن اكد لك عليها ممكن المريخ يعمل زاوية ايجابية ممكن مكانه يكون ايجابي مثلا مع القمر او يعمل مع اي كوكب ثاني زاوية ايجابية هو ما افقد النحوسه ولكن برضو اعطاك نوع من انواع الايجابية اللي ممكن تيجي معك صدفة في هذا اليوم او يكون مقرر لك اشياء ايجابية في هذا اليوم يعني لا هي نحوسة مطلقة ولا هي ايجابية مطلقة فعشان هيك بتتغير التوقعات في اشياء بسيطة في اليوم لما منيجي منذكر احنا انه هل في تأثيرات ايجابية ولا ما في تأثيرات ايجابية يعني القمر الان مثلا موجود بالسرطان سرطان بيته يعني هو معطي كامل طاقته اوكي طيب ولكن طيب بما انه موجود في كامل طاقته طيب اليوم منتحس وهو موجود بالسرطان ايه معقولة منتحس ليش منتحس لانه اليوم رح يشكل زوايا التقابل اللي كلها مع الكواكب اللي موجودة في الجديد فرح يصير منتحس معناته فيه توقعات رح تختلف عن برح ولكن هي رح تنعاد بنفس الصيغة ولكن فيها اختلاف بذل ما هي ايجابي رح يكون فيها شوية سلبية وفيها شوية تحذيرات وهاي هي القاعدة اللي احنا مناخذها واللي احنا منتميز فيها في التوقعات اليومية انه احنا منشرحها كبيوت ومنشرحها كاتصالات بقاعدة علمية ثابتة ما منغير فيها ما رح اجام لك انا ما رح اعطيك اشياء تكون وهمية اللي بيجي بقولك اعطيني طاقة ايجابية طب اذا انت الوضع مني اللي عندك واذا هي الدنيا مسكر في وجهك لو اجيت قلتلك الحياة لوز ورد جمال عاطفة حب مال كل اشي ممتاز رح يجيك اليوم استغل اليوم وحلق وطير وروح واخرج وقابل الناس وتعامل مع الناس غيرت حياتك يعني انا بالكلمتين هذول اللي انا حكيتهم انت بكرة رح تيجي تقول لي ولا اشي من اللي حكيته صار ولا كل الحياة كانت نكدة وكانت كلها مشاكل طب انا ليش يعني احط حالي في هذا الموقف وليش احطك انا في هذا الموقف ليش اكذب عليك يعني اذا انت حب انك انت بتحب تسمع الاشياء الايجابية ومن جماعة الطاقة الايجابية وشحن الطاقة الايجابية ومش عارف ايش تسمعش الابراج وروح وقعد قبال المراي وظلك احكي محالك وشأساني كامل ان شاء الله ربنا بيغير لك الاوضاع ولكن لما ربنا عشان انا اختصر لك الموضوع ربنا اول ما خلق الكون ضرمجوا وضعلوا الية معينة الان انت في هاي الالية انت تكتشفها يعني انت بتطلع عليها انت ما علمت الغيب ولا رح تعلم الغيب الغيب شيء هذا مخفي تماما عني وعنك وعن الدنيا كلها اول واحد طلع على الغيب ماشي؟ ولكن هي القاعدة اشي ثاني تختلف عن هذا الموضوع عشان انت تفهمها مظبوط لازم تفهم هاي الاية تحديدا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واحنا اللي منطلع عليه اشي بما شاء هو مش بما شاء انا عشان هيك احنا منعطيك هيك التوقعات هيك الدراسة والتحليل الان انت بتقدر تغير اللي كاتبوا ربنا والله ما شاء الله عليك يعني انت ولي صالح لازم نصلي بالذيالك زي ما بقولوها الفلاحين اما هذا امر بنطبق على كل الابرج وربنا ذكروا برضو في القرآن عشان ما واحد يقول لي كيف هاي الطاقة الطاقة ايه الطاقة ايه الطاقة انا باش هنحالي بالطاقة كل يوم ربنا لا حول ولا قوة الله بالله ربنا قال في كتابه اولا نبلوكم في العام مرة او مرتين عشان تفهم شو يعني نبلوكم يعني يهزك يعني دخلك في امتحان صعب يعني دخلك في تشويش عشان يبتليك عشان انت يشوفك كيف بدك تتصرف كيف انت بدك تسير حياتك كيف بدك تتعامل مع هاي البلوة فسعيد بيجي بنبهك بقولك انه هاي الفترة انت جاهز لابتلاء في مسألة معينة انت الان فتحت عينك وربنا الهمك في هذا الموضوع ممكن انه ربنا هو اللي يحميك وهو اللي يعطيك القدرة على انك تتجاوز هذا الابتلاء ولكن اذا اراد انه يصيبك رح يصيبك في هذا الموضوع مش بشطارتك ولا بشطارتي ولا بشطارة كل خلق الله بقدروا يردوا قضاء امر الله وصلت المعلومة عشان ما نطول بالحكي اكثر من هيك حبيت اني اعمل هاي المقدمة زمان ما يعني ما دردشناش احنا مع بعض في الامور هاي ولكن اليوم حبيت اني ادردش في النقطة هاي عشان انتو تكونوا يعني على دراي وبرضو اجاوب على بعض التساؤلات واني مش اني انا ما بجاوب معناته انا ما عندي جواب انا بأجل وبجمع يعني على حسب الموضوع اللي بيفيدي الكل وبعطي معلومي عنه خلينا نروع على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الاحد 16-8 القمر ما زال موجود بالسرطان في منزلة الطرفة وهي المنزلة معروفة انها للمضرة وللمشاكل يعني ما فيها اي شيء ايجابي ممكن انك تستغله بالفترة هاي ويكون لصالحك هو ممكن يعني اذا بدأ حابب تسوي مشكلة حابب تولع في الناس حابب تعمل حرب فهاي الفترة يعني ما شاء الله بتعطيك القدرة على هذا الموضوع اما تأثير القمر لما بكون موجود في برج السرطان حكيناها اكثر من مرة منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبانا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا ممكن يذرف الدموع وهو بخلب صورة ذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطماء طعامنا وشرابنا بحيث ان في هاي الفترة بنشعر بحافظ اكبر لالتهام الطعام الكثير علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة ووسعنا شراء عقار وزراعة نبته ما مثلا او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تتشكل هي ما بعد الحلقة هي زاوية التزديس ايجابي بين القمر واورانوس ذكرناها في حلقة الامس رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة مساء متعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية اللي بعديها اللي رح تتشكل بعدها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر المشتري رح تكون في تمام ساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر ونبتن رح تكون في تمام ساعة اتناعش وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية اللي اكثر تأثيرا وهي من الزوايا البطيئة اللي شوي بتخفف من حدية نحوسة المريخ اللي هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثمتين ودقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الاقدام في خطوة جديدة برضو على المستوى السياسي بتدل على ازدياد اهتمام الحكومة او الملك او الرئيس بشؤونه العسكرية والامنية بتحسن حال اليد العاملة في قطاع الصناعة وجود توازن بين العرض والطلب يعني بصير فيه نوع من انواع التوازن وهي بتنفع الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال العملة عشان يعرفوا ان الفترة هاي فيه تقلبات معناته على مستوى العملة فسهل جدا انه ينزل شيء او يرتفع شيء بالفترة هاي عشان يصير توازن وبيزيد الاهتمام بالميدان الرياضي والقطاع الصحي فهذا امر ايجابي وهذا امر ايجابي بما انه القطاع الصحي معناته متوقع احداث خلال الفترة القادمة الها علاقة بالوضع العامل اللي منمر فيه له كورونا فممكن زي ما طلع شيء عن روسيا ممكن يطلع شيء عن دول ثاني او تطور في هذا المجال في شيء معين او لدولة معينة اما بالنسبة لزاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة الى الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 11 و 58 دقيقة مساء يعني عند منتصف الليل من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بفتقر البعض للشجاعة اللي لازم الى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا الى الهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 11 و 58 دقيقة مساء اللي هي قبل منتصف الليل بدقيقتين بتوقيت جرينيتش وهذا خلو المسار رح يستمر حتى اليوم التالي يوم 17-8 لغاية الساعة 5 و 38 دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 27 يوم فيه تمام ساعة 12 منتصف الليل يعني هو 27 رح يظل 27 يوم لانه 12 منتصف الليل ما فيه تغيير نسبة الإضاءة 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22-80 مزاجها سعيد القمر في السرطان حتى يوم 17-80 المزاج سعيد لغاية ساعات الصباح بعدين بصير منتحس بسبب الزوايا اللي ذكرناها كلها عطارد في الاسد حتى يوم 20-80 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم ستة تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة بعدين ببدأ عملية التراجع ولكن اليوم مزاجه مش منتحس هو ممتزج يعني ببيل للسعادة شوية ولكن بيتقلب بالمزاج بين سعيد ومنتحس فنذكر أنه سعادته ونحوسته في هذا البيت أما بالنسبة للمشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بما أنه القمر مازال موجود في البيت الرابع لعلك ورح يشكل زاوية رح تكون صبق صعب شوي فعشان هيك اليوم يعني نفسية بتكون المريخ بعطيك إيجابية بما أنه إيجابي بشحنك بطاقة قوية برضو بعطيك قدرة على التحرك واتخاذ القرارات شوي بتقدر تضبط حديتك يعني شوي توترك وحديتك منزل شوي ولكن ما بختفي يعني العصبية موجودة عندك قدرة لشحن حالك وتغيير الوضع بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعاً هنا نقدر نحكي على موضوع العلاقة بالأموال أورانوس طبعاً صار يتراجع وبما أنه أورانوس في البيت الثاني لا إلك معناته رح يحدث مفاجآت على المستوى المالي فعشان هيك نقول لك لا تغامر ولا تتهور ولا تتخذ أي قرار باتجاه مشروع أو مغامرة مالية بالفترة هاي بدون ما تدرسها بشكل جيد لأنه انتحاسة أورانوس يعني بتدل على أشياء لها علاقة بخسارة أو تراجع ربح معين أو مصريف تجيك بشكل طارئ ومفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى أمور التنقلات والحركة بتكون الأجواء تقريباً إيجابية تدعمك على مستوى تنقلاتك حواراتك نقاشاتك الأجواء بتدعمك بشكل إيجابي عندك قدرة لتوجيه أو توصيل وجهة نظرك برضو تبرع باتصالاتك وحركتك وتواصلك ممكن تنشط ببعض الزيارات أو التحركات خلال هذا اليوم أو أمور إلها علاقة بالنقاش والحوار وتوصيل المعلومات يعني بمعنى آخر في إيجابية على مستوى البيت الثالث أما بالنسبة للبيت الرابع فأم نقولك أنه شوي فيه سلبية على الموضوع هذا ممكن تنهمكوا بأمور لها صلة بالبيت أهم مش أنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك العباء في الفترة هاي بتكون كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة أما بالنسبة للبيت الخامس بمأن الشمس راح تشكل زاوية إيجابية زي ما حكينا في بداية الحلقة معناته الأجواء راح تكون ممتازة على المستوى العاطفي فهي بتعزز من نشاطكم العاطفي ولقاءكم بالأحبة أو أمور إلها علاقة بخروجي وتغيير جو أو لقاء حبايب أو استمتاع بأوقاتكم في مسألة معينة أو بتسعد بلقاء حبيب معين برضو ممكن تصلح بعض الأخطاء أو بعض التوترات التي كانت على المستوى العاطفي بالفترة الماضية إذا أردت أنت تصليحها ممكن يكون لك تعاون اليوم ما بينك وبين أخ أو جار أو ابن أو أحد الوالدين بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأوضاع على المستوى الصحي تقريبا منقدر نحكي إنها استقرت يعني ما في أي مخاطر ما في أي خوف إذا في بواقه إلى أشياء فبتكون هي رواسب يعني فترة بسيطة أو بتتحسن أو ممكن تشعر بتحسن خلال هذا النهار نفسيا وصحيا على مستوى العمل ممكن تظهر بعض المفاجآت أو تحل بعض الأمور اللي كانت معقدة في الأيام الماضية أو ممكن تهتم بحل مسألة إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي ما في أي مشاكل فهي روتينية بتتعاملوا على حسب طبيعتكم وإجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية للتقارب أو لحط خطوط عريضة لمسألة بتتعلق ما بينك وبين الشريك أو اتخاذ قرارات لأجل مصلحتك أو مصلحة الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن اليوم تحقق بعض الأمور للعلاقة بالأموال المشتركة أو موربانك ضريبة تامين ولكن نقولك حاول قدر الإمكان ما تغامر بأي شيء إلو علاقة بمشروع أو إلو علاقة بعمل جديد أو إلو علاقة بالأموال المشتركة وبدك تنتبه بشكل جيد إلى صحة أحد الأحبة اللي ممكن اليوم تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا علمية أو امتحانات أو سفريات أو تنقلات ولكن برضو من نبه أنه ما تعتمد على الحظ نهائيا حاول أنك تعتمد على مجهودك وتدرس وتستعد لهذه الفترة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء حادة وضاغطة فعشان هيك نقولك لا تشوه سمعتك ما تدخل في أشياء مشبوهة وما تغامر اليوم بمخالفة القوانين أو الإساءة لزماء زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية على مستوى بيت الأصدقاء فتعاملك ما بينك وبين الأصدقاء روتيني ممكن تجتمع مع بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد أنت بزيارة بعض الأشخاص اللي بيعزوا عليك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء رح يكون فيها نوع من أنواع التقلب على مستوى العمل أو على مستوى الصحة في بعض الأوقات حاول تراقب صحتك بشكل جيد وراقب عملك وإنجزه وما تخليه يتراكم عندك خلال هذا النهار برج الثور طبعا بما أنه البيت الأول عندك أورانوس اللي حكينا أنه بلش يتراجع فهو رح يحدث بعض الفروقات عندك أو بعض التطورات المفاجئة أو بعض الأمور اللي بتيجي بشكل مفاجئ على المستوى النفسي يعني بتعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو الحدية بالطباع أو التردد أو التقلب أو التوتر في لحظات معينة حاول تضبط أعصابك ما تنفعل وما تعصب خلال هذا اليوم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الوضع المالي تقريبا ما فيها أي خوف يعني الأجواء تقريبا مستقرة فممكن الفترة هاي شوي تهتم بعض المسائل المادية أو تحصل بعض المكاسب اللي ممكن تجيك عن طريق عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا منقول لك الزهرة وضعها جيد بيدعمك ولكن القمر ما بيدعمك فعشان هيك شو منقول لك إحنا منقول لك أنه اليوم بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر والإتصالات ولكن بتكون أكثر صبر على الطرقات برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه أثناء القيادة وأثناء الحركة من الإصابات أو الحوادث اليوم مناسب لا اجتياز امتحان ولكن لا تعتمد على الحظ بدك تدرس وتستعد بشكل جيد دافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية بدون عصبية انتبه لكلامك وإحفظ خط الرجعة أو خط العودة بتتم اللقاءات والاجتماعات في خلال هذا اليوم في أعمال مفيدة ممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة ولكن الأهم إنها ما تكون متسرعة ممكن يكون لك تعاون اليوم ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بما أن الشمس موجودة وإيجابية وبشكل زاوي إيجابية فاليوم في بعض الأشياء المهمة اللي إلها علاقة بالبيت أو تطور مسألة بشكل إيجابي إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو تواصل مع العائلة أو لقاء عائلي مثلا أو مناسبة معينة أو فرحة مثلا أو إنجاز عمل معين أو البدء بأشياء إلها علاقة بالترميم أو تصليحات أو عقار أو مشترى بيت أو التزامات بيتية أو عائلية اليوم ممكن أنها تظهر على الساحة ولكن كلها فيها أشياء إيجابية لو ركزت مزبوط أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي يعني ما في أي سلبية في منك أشخاص رح ينشطوا في بعض المسائل العاطفية ويتحركوا أو يكون لهم تواصل ما بينهم بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن زي ما حكينا احفظ لسانك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على المستوى الصحي ما فيها أي مشاكل يعني تقريبا البيت السادس إجمالا إيجابي ولكن بيت المتاعب بضغط فعشان هيك نقول لك إنه ممكن بعضك يشعر ببعض التوعوكات الصحية أو يتراكم عندهم العمل في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة ففي نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك وممكن اليوم اتخاذ قرارات ولكن ما تكون متسرعة إلها علاقة فيك وفي الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي اليوم ممكن تظهر بعض الأعباء أو بعض النشاطات أو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بنشاط أو حوار أو طرب أو موضوع تسوي معين أو حل مشكلة إلها علاقة بأمور مالية إما بنكية أو مؤسسة مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة جدا جدا على مستوى الأشياء العلمية أو دراسة جامعية أو أمور خارجية أو أثناء تعاملك مع أجانب أو أمور إلها علاقة بالتركيز أثناء الدراسة يعني هاي كلها الأمور ضاغطة اللي عنده مقابلة أو مناقشة أو امتحان بده يركز بشكل جيد خلال هذا اليوم اللي عنده قضية قضائية ينتبه لأدق التفاصيل لأنه ممكن الأمور في مسار القضية ما تكون لصالحك خلال هذا النهار أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية ممكن يصير فيها بعض التأجيل أو التأخير أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ما في أي مشاكل الأوضاع جيدة بتقدر تحافظ على سمعتك وعلى علاقاتك الاجتماعية وعلى علاقتك حتى ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل فبتكون جيدة وبرضو مدعومة بثقة عالية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم نقول لك يعني دير بالك أنك تستاء من أحد الأصدقاء أو إهمال أحد الأصدقاء أو تصرف أحد الأصدقاء ولكن برضو إجمالا ممكن أن يكون في نقاش ما بينك وبين صديق أو معرفة أو يتوجه لك دعوة بطريقة غير مباشرة لا حفلة أو مناسبة أو لقاء معين وممكن تستاء من تصرف أحدهم أما بالنسبة لبيتك 12 فزي ما حكينا المريخ صحيح أن حديته شوي قليلة ولكن بعطي تنبيهات على مستوى الصحة على مستوى العمل فبدك تكون حذر على مستوى عملك وعلى مستوى صحتك وعلى مستوى صحة أحد الأحبة لأنه ممكن يتقلب الجو بشكل مفاجئ برج الجوزاء طبعا بما أنه يعني القمر رح يكون في البيت الثاني لا إلك فعشان هيك اليوم تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن يصير فيه تقلب أو تنضغط من مسألة معينة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد الوضع النفسي إجمالا يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك ولكن برضو ما تغامر بالأشياء المفاجئة اللي ممكن تحدث خلال هذا اليوم أو تسبب لك نوع من أنواع الإيرباك أو التعب المفاجئ أو تشعر في بعض الأوقات إنه طاقتك ضعيفة أو فيه تعطيل في بعض المسائل ما تخلي هاي الأمور تأثر عليك أو تزعجك أما بالنسبة للبيت الثاني فبنقول إنه تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم الشيء أنك تخففه من النفقات لأنه اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي نظم أمورك بشكل جيد وما تسمح للأقصاط بالتراكم أو ممكن تظهر بعض المستحقات أو الأولويات اللي تتطلب منك بعض المصاريف المالية أهم الشيء أنك ما تخلي حد يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال بالفترة هاي بدون دراسي وتركيز لأن الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية فبتحدث خسارة مالية أو مشاكل مالية أو اضطراب مالي أو أمور إلها علاقة بالمفاجآت المالية السلبية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى تنقلاتك واتصالاتك فاليوم عندك نشاط عالي جدا بالتواصل ولكن بدك تضبط عصبيتك قدر الإمكان صحيح أنه عندك قدرة على السيطرة اليوم أكثر من الأيام الماضية ولكن حبيت أنبه من هاي النقطة برضو اليوم ممكن تنشط بتنقلاتك زي ما حكينا واتصالاتك في منك اللي عنده امتحانة أو مقابلة رح يقدم بشكل جيد الحض رح يدعمك في بعض المسائل وفي منك رح يكون له تعامل جيد ما بينه وبين أخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم بالأجواء المنزلية أو العائلية يعني في نوع من أنواع تحقيق الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من وضعك وبرضو بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل إيجابي صحيح أنه ممكن تظهر بعض الأشياء اللي بتطلب اهتمامك زي أعطال أو ترتيبات أو تصليحات ولكن هاي أعمال روتينية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما في أي شيء يعني لا إيجابي ولا سلبي ولكن إجمالاً يعني الأجواب فيها نوع من أنواع الارتياح على المستوى العاطفي ما في أي شيء بخوف بالعكس يعني ممكن تشعر لأنه الميزان شوي بلش ينضغط بنوع من أنواع القلق أو الوسواس أو يعني تقلب المزاج العاطفي ولكن إجمالاً بتقدر تسيطر على هاي النقطة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى البيت الصحة يعني الأجواء جيدة ما في أي قلق أو خوف عليك على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وبرضو بإمكانك الاهتمام بصحتك ولكن حاول أنك تبعد عن الوسواس أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة برضو ما في أي شيء جديد روتيني تتعامل ما بينك وبين شريك المال أو الزوج بشكل روتيني بدون أي مشاكل تذكر يعني على حسب طبيعتكم بتكون إذا أنتم شغل مشاكل فالأمور بتولعوا في بعض ما في مشاكل معنات الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتكوا تحذروا من المسائل المالية زي ما حكينا ديروا بالكوا أنكوا تدخلوا بأشياء إلى توظيف الأموال بدون دراسة حاولوا ما تندفعوا بالمشتريات والالتزامات أو الضغط المالي خلال هذا اليوم حاولوا ترتبوا وضعكوا المالي بشكل جيد دير بالك من النصابين من المحتالين وبرضو من أنك أنت تضمن أو تكفل حد بالفترة هاي لأنه أكيد رح يكون فيه نوع من أنواع نصب عليك ما تورط حالك بالمسائل المالية وما تراكم عليك الديون أو المغامرات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما فيها أي مشاكل على مستوى تعاملك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع علمية أو دراسة أو بحث أو دورة معينة الأجواء الروتينية بتتعامل على حسب الطبيعة وعلى حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب طبيعة عملك ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن تسمع كلام أو يستفزك كلام معين أو تشك بأنه في حد بتأمر عليك أو بتكلم عليك فهذا الموضوع ممكن يستفزك أو يخليك تعصب حاول ما تدخل بأي خلاف أو نقاش حد ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا أفضل من الأيام الماضية على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين ممكن تسعد بلقاء معين أو بصديق معين أو بتاتصال أو بمساعدة في وقت معين أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تحذر من بعض التقلبات على مستوى الصحة على مستوى العمل أحداث مفاجئة ممكن تترك أو تحدث بعض الأخطاء المفاجئة برج السرطان طبعا بما أن القمر موجود لليوم الثاني ولكن وضعه فيه نوع من أنواع السلبية فعشان هيك نقول لكم أنه اليوم أنتوا صحيح مشحونين عندكم نشاط عندكم حيوية وعندكم قدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم وما تترددوا في فرض وجهة نظاركم ولكن بدون عصبية بتزداد عزيمتك وترتفع المعنويات يعني ممكن تجد نجاح في التحرك وين ما بدك الفترة هاي إيجابية وبتلمس نوع من أنواع الانفراج والتقدم ولكن بسبب الزوايا السلبية ممكن تحدث لك بعض المفاجئات أو التقلب بالمزاج أو الحدية في الطباع في بعض الأوقات حاول إنك تضبط أعصابك وما تتوتر وما تنفعل وحسيطر على قلقك أهم إشي أما بالنسبة إلى البيت الثاني فمنقول لك أن الأجواء جيدة اليوم تفتح لك بعض المجالات المالية من مكاسب مالية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني ممكن تحصل بعض الأمور المالية أو هدية معينة أو تكريم معين أو دعم معين الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حاول تستغلها بشكل إيجابي وتستثمرها يعني تحرك بمعنى آخر ما تنتظرها تجيك لعندك أما بالنسبة إلى البيت الثالث فاليوم ممكن تنشط باتصالاتك وحواراتك وتنقلاتك بشكل جيد واللي عنده امتحان أو مقابلة رح يبدع خلال هذا النهار ولكن بدك تنتبه إنه عصبيتك موجودة ما تتسرع برضو إحتاط إنك كون مستعد ومجهز حالك ولكن الأجواء يعني تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الدعم اللي بعزز نقاطك كثيرة بالنسبة لك خلال هذا النهار وممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها على مستوى البيت ممكن شوي يظهر بعض المسائل البيتية أو أمور نقاش حوار أو مشكلة مثلا معينة أو عطل معين أو أمر بتعلق بأحد أفراد العائلة بتنهم عليه أو بتحزن عليه أو بتتعاطف معاه أو بقلقك مسألة معينة ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية بشكل مفاجئ ممكن تتوتر من مسألة معينة إلها علاقة بالعائلة أو البيت أو عطل معين ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نحكي على المستوى العاطفي ما فيها أي مشاكل يعني بتتعاملوا بينك وبين الأحبة بشكل روتيني صحيح أنه في أشياء ممكن يعني يكون فيه مناسبة لقاء اتصال حوار ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار ممكن تعالج مسألة كان صعب أنك تعالجها في الأيام الماضي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية على مستوى بيت الصحة وعلى مستوى أمور العمل يعني بتتعامل فيها بشكل روتيني كأنه يعني أمر روتين أنت بتتعامل معه بشكل عادي جدا على المستوين لمستوى الصحي ما فيه أي قلق ما فيه أي خوف يعني ممكن تشعر أو بعضك يشعر ببعض التوترات أو التقلبات الصحية أهم شي ما يخلي الأوهام يتركز عليه أو تسيطر عليه بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي هي أصعب بمرحلة اليوم لأن القمر عامل مقابلة مع هاي الكواكب الموجودة في بيت الشراكي وخصوصا الموليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يحتاطوا من هاي النقطة اللي بتحدث بعض الخلافات أو النقاشات أو الاستياء أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشركاء بالفترة هاي واللي إذا تطورت حتى لخلاف حاج جدا ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن ما في أي مشاكل بالعكس مسيطرة على الوضع على مستوى الشؤون المالية بتتعامل معها بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي ولكن الأهم منقول لك أنه ما تغامر وما تدخل بأي مشروع بدون ما تدرس حيثياته وتدرس بياناته وتدرس العقود بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع ففي من كل يوم ممكن يتلقى إما اتصال مؤازرة أو اتصال يعني يزعجك على شخص خارج البلاد أو شخص أجنبي أو شخص مقيم يعني برا أو بزيارة أو من اللي تقطعت بهم السبل شوي هدولا ممكن يصير في حدث معين يزعجهم وفي منكو أشخاص ممكن أن يكون عندهم امتحان مفاجئة أو مقابلة مفاجئة ولكن أهم إنك تكون مستعد وما تشك بقدراتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا أحسن على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم يصير فيه توافق فكري ما بينك وبين أحد الزملاء أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل في مسألة معينة وممكن تنجز بعض الأعمال بشكل مفاجئ أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا نقول لك يعني الأجواء تقريبا فيها بعض التقلبات أو ظهور مسألة طارئة بتتعلق فيك أو في أحد الأصدقاء أو توتر معين أو قلق على صديق مثلا يعني شوي بدك تركز في هاي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 حكينا بالنسبة لبيتك 12 تقريبا الأجواء ما فيها أي مشاكل يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى العمل والصحة منعيدها كمان مرة ما فيها أي خوف ولكن فيه قلق على صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم بما إنه الشمس موجودة وشكلت الزاوية القوية جدا اللي راح تدعمك بشكل قوي خصوصا مع المريخ فهي شوي راح تشعرك بأنه الأجواء صارت حليفة لإلك أو داعمة لإلك بشكل نسبي يعني بصير فيه فرص بصير فيه نفسية أحسن فيه عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور فيه إطمئنان داخلي عندك يعني بتلاقي فيه حتى قراراتك بتختلف اليوم ردات فعلك بتختلف اليوم مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وخصوصا الأشخاص اللي إيجا عيد ميلادهم يعني اللي إيجا عيد ميلادهم وما قبل هدولة كلياتهم هدولة اليوم راح يحسوا بأشياء إيجابية ودعمة لإلهم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ما فيها أي شي جديد هي روتينية على حسب طبيعتكم في بعض الأشخاص ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية اللي بتجيهم من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم معين خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنهم يقللوا من المصاريف ما يندفعوا ويتهوروا في أشياء ممكن ما يقدروا يلتزموا فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فممكن تنشطوا ببعض الاتصالات أو الحوارات أو اللقاءات خلال هذا اليوم أو تهتموا بمسألة علمية أو مسألة فكرية ممكن تكون مشحون الطاقة وعندها قدرة للإقناع بشكل عالي جدا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وأثناء قيادتك للسيارة بدك تكون أكثر وعي خصوصا بقيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا أنت مسيطر على الوضع ما فيه أي شي جديد تتعامل بشكل روتيني على مستوى البيت وما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تكون فيه نقاش أو أخذ رأيك فيه مسألة معينة أو حوار معين على مستوى البيت في بعضكم ممكن يقلق من مسألة عطل معين أو تصليح أو ترميم أو مشتريات عائلية أو بيتية وفيه أشخاص ممكن يتهيئوا لفرحة أو مناسبة إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي روتينية برضو تتعامل مع الأحبة بشكل روتيني اتصالاتك حواراتك اللي أنت معتاد عليها ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حتى خروجاتك اتصالاتك كلها جيدة في منك رح يكون له تعامل اليوم ما بينه وبين أخ أو جار أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي ما زالت اليوم الأمور ضاغطة وهي ضاغطة أساسا عشان هيك أهم شيء أنك تراقب مسألتين مسألة الصحة ومسألة العمل هذول النقطين حساسات جدا خلال هذا اليوم ممكن يظهر أي تطور أو تحس بأي شيء غير اعتيادي حاول إنك إذا شعرت بهذا الشيء أنك تراجع طبيبك ما تستنى وما تأجل الموضوع لأنه الوضع صعب شوي على مستوى بيت الصحة ما بخوفك أنا ولكن عشان تحتاط أنت وبرضو تكون بالسليم أما بالنسبة للعمل فممكن يظهر لك بعض الأعمال المربكة أو تقلق من عمل معين أو تتكاسل من إنجاز بعض الأعمال وهذه ستنحسب عليك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية ما بينك وبين الشريك ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم خلال هذا النهار ما بينك وبين الأزواج أو ما بينك وبين شركاء المال أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتكون تحذروا من بعض المغامرات أو التجرؤ على بعض المسائل المالية ممكن تتعطل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو البنوك أو الضريبة أو القروض أو الديون أو يعني تقلق من وضع مالي معين خلال هذا النهار أو يتأجل الموضوع للأيام القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالمريخ طبعاً هو سلبي على مستوى الأشياء لها علاقة بخارج البلاد والأجانب والدراسة الجامعية والسفر ولكن برضو لأنه بشكل إيجابي في بعض الزوايا فعشان هيك ممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الاتصالات أو المشتريات الخارجية أو تهتم بأشخاص أجانب أو تحاول تتواصل أو تصلح علاقة معينة وممكن يعني اليوم يكون عندك امتحان أو مقابلة تتفاجأ أنه أنت راح تقدم بشكل جيد ولكن ما تعتمد على الحظ بدك تكون دارس ومستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بيحذرك من أي مغامرات أو مجازفات لأنه أورانوس بدأ يتراجع فعشان هيك ما تخالف القوانين ابعد عن المشاكل ابعد عن المشاحنات ابعد عن أي شيء ممكن يشوه السمعة حاول ما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل عشان الأمور ما تتطور وما تكبر بشكل سلبي على مكان العمل وعلى السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فطريقة تعاملك روتينية ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين الأصدقاء والأصحاب يعني بتتعامل بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فالزهرة دعميتك بشكل قوي فممكن أنك تنجز بعض الأمور وهي ممكن تخفف من ضغط الأمور الصحية عشان هيك إحنا يعني قلنا في قلق صحي ولكن ما بيخوف كثير ولكن تحتاط لأن الزهرة في بيت المتاعب شوي بتخفف عليك ولكن برضو القمر لا تنسى أنه عامل زوايا فممكن يسيطر عليكم التعب من القمر إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة هاي الفترة فارغة بتخفي عداوة أو مؤامرة عليك حاول تتجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها أخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول القمر موجود في بيت حليف لا إلك ولكن إنه القمر اليوم منتحس فبيسبب بعض الخلافات أو الاضطراب أو التقلب بالمزاج في بعض الأوقات بيسبب لك نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التقلب في بعض الأوقات عندك هيك بيصير مزاجك حد شوي وبيصير عندك قدرة على الانتقاد اللاذع اللي ممكن هذا يخلي بعض الأشخاص تستاء من طريقة كلامك أو من تلفظاتك أو تدخلاتك فبدك تكون حذر قدر الإمكان أنك تبتعد عن الانتقاد والكلام الجارح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما فيها أي مشاكل على المستوى المالي تقريبا بتتعامل بشكل روتيني فمنكو ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي تجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات ولكن الأهم أنه ما تدخل بأي مغامرة مالية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى تنقلاتك واتصالاتك فهي إيجابية وبتدعمك برضو عندك قدرة للحوار والتواصل بشكل ممتاز برضو ممكن أنك يعني تنجز بعض الأمور اليوم بشكل جيد وممكن يصل لمرتبة الممتاز حتى سرعة البديهة عندك عالية وممكن هي تساعدك في إنجاز كثير من الأمور وممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى البيت يعني اليوم مميز شيئا ما الوضع البيتي صحيح أنه ممكن تظهر بعض الاهتمامات أو بعض الأعباء أو الأشياء السلبية ولكن عندك قدرة لتجاوزها أو للتعامل معها أو لإنهاءها ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات أو المشتريات اللي شوية تكون مربكة أو تطلب منك نوع من أنواع المصريف حاول إنك ما تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي حدي جدا يعني هاي اليوم من أحد الأيام اللي ممكن تظهر على الساحة يعني تقلب المزاج أو صدام أو نقاش أو إهمال أو مشكلة راح تكون ما بينك وبين الحبيب فبدك تكون حذر أثناء التعامل ما بينك وبينه وبدك تكون مركز مزبوط وما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات خلال هذا اليوم برضو ممكن يصير فيه صدام ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين فبدك تكون حذر جدا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى الصحة ما فيها أي طلق بالعكس الأجواء جيدة جدا على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل تقدر تنجز أعمالك وتهتم فيها بشكل جيد الأوضاع تقريبا إيجابية ولكن بدك تنتبه أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا على المستوى الشراكي الأجواء ممكن يدخل فيها نوع من أنواع الشك أو يتعزز الشك عندك أو الغيرة أو يعني القلق من مسألة معينة بتتعلق بالزوج أو الزوجة فحاول قدر الإمكان ما تخلي الشكوك هاي تسيطر عليك بشكل كبير أو اللي هي التفتيش بخصوصياته أو تدخل بخصوصياته بالفترة هاي يتخلي الوسواس يسيطر عليك يعني على أساس أنه تتفادى بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه المريق أخف حدية ولكن برضو نقولك ما تغامر بالأمور المالية أو الدفعات أو الالتزامات ما تجازف وما تدخل بمشاريع ممكن تكون خاسرة بالفترة هاي إذا ما درستها صح واستشرت أهل الاختصاص ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بقرض أو موضوع مؤسسة مالية أو ممكن يكون فيه اهتمام بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع يعني الأجواء من أورانوس ممكن تحدث بعض المفاجآت على مستوى اتصالات أو امتحان مفاجئ أو مقابل مفاجئة أو سفرة أو تنقل من مكان لمكان بشكل مفاجئ يعني يصير إشي يجبرك على أنك تتحرك بهذا الاتجاه ممكن تحدث بعض المفاجآت أثناء تعاملك مع أشخاص أجانب أو مؤسسات دولية مثلا أو بقضية قضائية ممكن تتطور بشكل مفاجئ ولكن بشكل سلبي خصوصا إذا ما كنت جاهز ومستعد لأي شيء ممكن يفاجأك أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حتى بطريقة التعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمال روتينية أهمش أنك تنجز أعمالك ما تتغيب وما تتأخر وما تدخل بأي خلافات أو نقاشات هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو تضغط لأنه القمر موجود فيه بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم ممكن تحتاج لحجد التأييد باستطاع تكسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هي بتحمل نوع من أنواع النجاح ولكن دون عصبية دون انتقاد دون مشاكل أو تدخل في شؤون أصدقائك أو معارفك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء اليوم جيدة عشان هيك اليوم بتحس أنه اليوم بختلف تماما وخصوصا على مستوى أمور الصحة مستوى العمل مستوى نشاطاتك تنقلاتك كلها أجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني مازال موضع القمر أساسا مش مناسب للكم عشان هيك بتحسوا ببعض التقلب المزاج أو الحدية أو العصبية أو التوتر أو القلق أو هيك شعور بنوع من أنواع الإكتئاب أو الخمول أو الكسل في بعض الأوقات هذا سبب أنه القمر موجود في السرطان تربيع معاكم فشوي بضغطكم بشكل سلبي بحدث بعض المشاكل اللي ممكن أنك تستاء منها وهي تكون أساسا بسيطة تافها ممكن تتجاوزها في الأيام العادية ولكن اليوم بتكون حسسيتك الزيادة عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما فيها أي مشاكل بالعكس اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه للمصاريف يعني ما تتهرب من الوضع اللي أنت فيه أو الضغط اللي أنت فيه تتهرب لمصاريفك بشكل زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه اليوم بتنشط ببعض التحركات أو الاتصالات أو التنقلات المهمة ممكن مشاركة في مناسبة معينة أو في سؤال أو اطمئنان أو يعني شغلة بتصير هيك مربكة شوي فبتطلب منك بعض الاتصالات ممكن تنشط بحوار أو إقناع أو تبرير وجهة نظر أو ممكن أنه ترويج لشيء معين أهم شيء أنه اثناء تنقلاتك وحواراتك بدك تكون حذر ما في داعي للمغامرة ولا للمجازفة بالفترة هاي ولا للعصبية ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الجدي بيتك الرابع وتربيع معاك يعني بمعنى مشاكل على مستوى البيت أحداث طارئة ممكن تظهر أو إشي خلاف عائلي أو نقاش عائلي أو مشكلة بتتعلق بأحد أفراد العائلة إشوية تكون مربكة بالنسبة لإلك أو تضطر أنك تهتم فيها زيادة أهم إشي أنك ما تعصب ما تحتد ما تتقلب بمزاجك قدر الإمكان أضبط أعصابك حاول تحل الأمور بطريقة عقلانية بطريقة هادية بدون توترات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية تقريبا روتينية يعني بتتعامل ما بينك وبين الأحبة بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي ممكن يكون لك بعض الإهتمامات بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو بالحبيب أو تتواصل معاه أو تحاول أنك تشكيله همك يحاول أنه يسمعك ولكن حاول قدر الإمكان ما تستاء إذا كان هو حسب برجه بيته الخامس ضاغط عليه فحاول أنك أنت تعذر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل والصحة الوسواس رح يشتغل اليوم القلق التوتر يعني رح يكون ظاهر بشكل كبير على أمور العمل على أمور الصحة على بعض الأشخاص اللي بيعملوا معك على بعض الزبائن حاول قدر الإمكان تسيطر على هذه النقطة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا أحسن شوي بأثناء تعاملك مع الشريك يعني ممكن يصير فيه حوار أو نقاش أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق يعني الأجواء تنضبط بشكل يعني فيه قدرة على السيطرة عليها المريخ تقريبا لأنه ممتزج شوي صحيح أنه لسه فيه حدية في الموضوع ولكن أنه بتقدر تتفاهم أو توصل الرسالة أو يعني تعملوا نوع من أنواع مراجعة بعض الأشياء اللي صارت في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم متقلبة على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بدك تكون حذر من بعض التقلبات أو الإضطرابات أو الاستياء من مسألة معينة ممكن تظهر بعض الحدية في بعض المسائل أو تتعطل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو الأموال المشتركة حاول أنك ما تدخل بمشاريع أو تغامر بشيء بدون دراسته والتركيز عليه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا منحكي الأجواء جيدة يعني تتعاملوا على حسب طبيعتكم اتصالاتكم حواراتكم لكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود الزهرة برضو موجودة فعشان هيك يمنقول لك بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل لا تشوه سمعتك الظروف ضاغطة ممكن تحمل لك فرصة عمل مهم كن منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو اللهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر ويبعد عن النقاشات الحدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم اجتماعي بالكامل اليوم راح تنشط بإعلاقات أو تواصل ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تواصل مع أصدقاء أو لقاء مع صديق يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على هذا الباب أو على هذا البيت تدعمك بشكل قوي بكل تفاصيل أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما فيها أي خلق صحيح أن الشمس بتتحرك بالاتجاه ولكن اليوم راح تحس أنك مشحون بطاقة ممكن أنك تتجاوز أشياء لها علاقة بالعمل أو تتجاوز بعض المشاكل اللي العلاقة بالصحة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بس وتستثمر الأمور لصالحك برج العقرب طبعا القمر موجود في مكان جيد يدعمك نفسيا عندك قدرة على تحقيق كثير من الأمور خلال هذا النهار مشحون بطاقة إيجابية وعندك سرعة بديهة عالية جدا ممكن تتجاوز كثير من الضغوطات برضو عندك قدرة لحل كثير من الأشياء اللي كانت صعبة في الأيام الماضية سرعة البديهة عندك عالية ولكن بدك تنتبه لبعض التقلبات اللي ممكن تيجي على مستوى الصحة أو تقلبات صحية أو أشياء لها علاقة بالشد العصبي أو الشد العضلي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن نتحقق بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي صحيح أن الوضع مقلق ممكن مربك أو تظهر بعض المفاجآت المالية خلال هذا النهار ولكن أنه سهل أنك أنت تتعامل معها وعندك قدرة على تجاوزها في منك رح يحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا تحذروا تماما اليوم على مسألة تنقلاتكم حواراتكم نقاشاتكم العصبية عالية وارضو التوتر العصبي عندكم عالي جدا اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد اليوم ممكن تستاء من موضوع بتعلق بأحخ أخ أو جار فعشان هيك يحاول تضبط عصابة قدر الإمكان وإذا كان عندك امتحان زي ما حكينا بدك تستعد بشكل جيد أثناء مقابلاتك أو حواراتك أو اتصالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت روتيني بتتعامل بشكل روتيني ممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد وممكن أنك تحل بعض المسائل اللي كانت معقدة خلال الفترة الماضية ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو الاهتمامات المنزلية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم الشكوك بتزيد أو الحساسية بتزيد عندك خصوصا أثناء تعاملك مع الأحبة أو مع أحد الأبناء أو الوالدين بتتحسس بسهولة ممكن ترفض بعض الأمور أو تنزعج من بعض الأمور أو بعض القرارات حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتخلي الأمور تمضي على خير بدون مشاكل أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء صحيح كانت ضاغطة في الأيام الماضية اليوم الأجواء ممتزجة يعني في نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل ممكن تنجزها بشكل جيد ولكن الصحة شوي بدك تكون حذر منها لأنه هذا المريخ في البيت السادس يعني أشياء إلها علاقة بشد العضل إلها علاقة بالأعصاب إلها علاقة بالجروح والإصابات بدك تنتبه من هاي الأمور بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار بشكل مفاجئ ما بينك وبين الشريك أو الزوج يتطور لمشكلة إذا ما انتبهك فعشان هيك بدك تكون حذر ومرتب الأشياء بشكل جيد ما تستاء وما تدخل بنقاشات حدي عشان الأمور ما تتطور بإتجاه أنت ما تتوقعه أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا الأجواء روتينية بطريقة تعاملك مع الأموال المشتركة أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين ولكن ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نحكي فيها إيجابية وفيها سلبية لأن القمر موجود بشكل كل الزوايا السلبية بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل للإسترخاء والإستجمام لكن يجب أن تحذر الفوضى فترة مناسب للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة جدا بل وممتازة على مستوى تقديم الطلبات لعمل أو لا أمور إلها علاقة بعمل جديد أو لتدعيم وضعك في مكان العمل وعلاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل تقدر تحافظ والدافع عن سمعتك بشكل شرس وقوي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية بطريقة تعاملك ما بينك وبين الأصدقاء في منك ورح ينشط نشاط عادي لقاءات أو زيارات أو دعوة أو حضور حفلة أو مناسبة مثلا ولكن أنه الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الاستقرار أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدنا نركز شوي يعني بتظل أمور العمل تظهر فيها بعض الأشياء أو الالتباسات ما تهمل عملك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بخلافات مع المعاونين أو مع الزبائن أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول أنك تنجز عمالك وما تخليها تتراكم انتبه لصحتك من بعض التوترات العصبية زي ما حكينا أو التقلبات أو الإصابات احذر أثناء تعاملك بالأشياء اللي بتتعلق بالنيران خوفا من الإصابات أو الحروق وبرضو بتحمل هاي نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة فبدأك تكون حذر ومراقب الأوضاع بشكل جيد وما تهمل معارفك وأصدقائك وأهل عائلتك برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول القمر في البيت الثامن لا إلك مش قوي جدا ولا سيء جدا عشان هيك بتتركز الأمور على الوضع النفسي أو على وضع علول للفترة القادمة شوي المزاج عندك متقلب لكن عندك سرعة في اتخاذ قرارات ممكن تكون مش لصالحك فعشان هيك بدك تركز بقراراتك تدرس أوضاعك تدرس أمورك بشكل جيد ضيب الاتخاذ أي قرار أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الوضع اليوم رح يكون ضاغط بشكل كبير على المستوى المالي احذر اليوم من المصاريف أو تراكم الديون أو مطالبات مالية أو ضياع فلوسك أو من النصابين من المحتالين حاول تركز بشكل جيد قدر الإمكان اليوم بظهر نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي لدرجة أنه رح تظهر مسائل مالية بشكل مفاجئ أو اهتمامات مالية بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية على مستوى اتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك حتى امتحاناتك ومقابلاتك ولكن إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن اليوم يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت في بعض الشكوك أو بعض التدخل أو بفرض الرأي أو المشاحنات أو الخلافات أو سوء التفاهم ممكن تظهر على الساحة بشكل صعب شوي فحاول قدر الإمكانك ما تفهم الأمور من جانبك حاول تستوضح الأمور ما تخلي يكون لبس وإلك ردات فعل سلبية بدون ما تتبين الأمور بشكل جيد يعني بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية لتتجاوز أي ضغطات إلها علاقة في البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا اليوم بخف الضغط شوي من المريخ فممكن تنجز بعض الأمور أو تهتم ببعض الأمور العاطفية أو تقدر تراجح حالك في بعض القرارات أو تجد حلول لبعض الأمور على المستوى العاطفي ممكن يكون لك رغبة للتواصل بالحبيب أو الاهتمام فيه أو اهتمام في مسألة أو مشكلة كانت ما بينكم خلال هذا اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فاحذروا من التقلبات اللي رح تظهر بشكل مفاجئ برضو اليوم على مستوى الصحة على مستوى العمل فممكن تظهر بعض المسائل المربكة فعشان هيك أو اهتمامات تكون مربكة لا إلك فممكن شوي تطلب منك الاهتمام فيها بشكل كبير إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي على مستوى العمل حاول أنك تمتص الغضب هود وتسيطر على انفعالاتك وما تتهور أما بالنسبة للبيت السابع فطريقة التعامل ما بينكم بين الشركاء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا مع بعض على حسب طبيعتكم لا في أي شيء يعني يأثر إلا طبيعتكم هي اللي بتحكم الموقف أما بالنسبة للبيت الثامن بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغب في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية أهم شيء أخرج مع الأصدقاء وامرح فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي لا تستعجل في توقيع أو عملية تجارية حاول أنك تدرس الفكرة وحاول أنك تراجعها وتستشير أهل الاختصاص برضو الفترة هاي بتحمل نوع من عنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد حتى على مستوى الدراسة العليا أو دراسة الجامعة أو ثقافية أو اهتمامات سياسية أو ثقافية اليوم بتكون يعني بأوجهة وعندك قدرة لتجاوز كثير من الأشياء عندك طاقة هائلة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تنجز بعض الأعمال المهمة أو يكون في نظرة من زميل أو من رئيسك للعمل تكون إيجابية لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو للتواصل معهم أو للحوار معهم الأجواء إيجابية وبتدعمك بشكل جيد أهم شيء أنك تركز تبعد عن الحساسية وبرضو الانتقاد أو تدخل في شؤون الغير بتكون الأجواء لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى بيت المتاعب ما في أي مشاكل بالعكس أن اليوم عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال وعندك قدرة حتى للعمل لو ساعات إضافية عندك رغبة اليوم بينجاز بعض الأشياء المهمة عندك برضو اهتمام صحي ولكن ابعد عن الوسواس قدر الإمكان برضو زي ما حكينا أنها بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة وبرضو اهتمام بأحد الأشخاص بشكل كبير برج الجدي طبعا اليوم بتكون تنتبهوا بشكل كبير أنه أول إشي أنه القمر في بيت الشراكة عندكم والكواكب اللي موجودة عندكم هدولة بدهم يعملوا زوايا تقابل فعشان هيك على المستوى النفسي أنت اليوم عصبي حاد الطباع متوتر مكتئب تقلب بالمزاج عندك واضح برضو بتحس أنه في ضغط كبير موجود حواليك سهل جدا أنه أي شخص يستفزك أو أنه يأثر عليك بسلبية فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الأجواء المتوترة قدر الإمكان وما تنفعل وما تتوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض المسائل المالية أو المشتريات أو ترتيب وضع مالي معين الأهم أنك تبعد عن المصاريف الزائدة وتنتبه للوضع المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم ضاغطة شوي على مستوى أو تحمل نوع من أنواع القلق بلاش نقول ضاغطة بس على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ممكن تنتظر نتيجة أو تنتظر قرار أو تنتظر معلومة اليوم ممكن تتوسوس أو تشك ببعض القدرات عندك أو ممكن تكون منزعج وعصبي فحاول تسيطر على انفعالتك قدر الإمكان إذا عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وأثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تكون واعي على الطرقات برضو ممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء أخف حدية على مستوى البيت فاليوم ممكن تركز أكثر على إنجازات عائلية أو بيتية أو تهتم في مسألة إلها علاقة بالبيت أو العائلة بشكل أكبر ممكن تركز على بعض الأمور بشكل إيجابي أو تدعمك بعض الأمور بشكل إيجابي منزليا عائليا أو أمور إلها علاقة بالوضع العائلي ولكن ابعد عن تزمت أو إن الانتقاد اللاذع أو التدخل في شؤون الغير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي متقلبة جدا فهي بتحدث مفاجآت أو تقلبات مفاجئة حدية بالطباع أو ارتباك من بعض المسائل العاطفية أو استياء من تصرف الحبيب أو أحد الأحبة حاول قدر الإمكان إنه إذا حدثت هاي المفاجآت إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل على مستوى الصحة ما في أي شيء جديد أنت مراقب الوضع ومسيطر على الأمور بشكل جيد يعني ما في أي خوف على هاي المسائل إذا كانت في أعراض بتكون أعراض جانبية أو أشياء عابرة يعني ما رح يكون فيها قلق إلا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هم اللي بدهم ينتبهوا أكثر صحيح إنه ما في أي شيء بخوف ولكن يخلوا الأمر تحت الانتباه طبعا بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة القمر موجود فيه فبينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذر المواجهات وخصوصا الكلامية الأجواء سلبي جدا ما تسمح باختلاق المشاكل حاذر من مخالف التعليمات والقوانين أيضا هاي الفترة تعتبر من أسوأ أيام الشهر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تنحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بقضية مالية أو أموال مشتركة أو تسترد بعض الأموال أو خبر بتعلق في وضع مالي مشترك يعني ينحل خلال هذا اليوم أو يجيك خبر لبداية الحل في هذا الموضوع لأجواء بتدعمك بشكل إيجابي وممكن تحل بعض المسائل اللي كانت معقدة اللي إلها علاقة بقرض أو بنك أو سلفة أو ديون أو حتى أموال مشتركة زي ميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى اتصالاتكم لبعيدة روتينية بتتعاملوا فيها على حسب طبيعتكم ولكن اللي عنده امتحان جامعي أو مقابلي بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وفي منك راح يهتم ببعض الوثائق أو المعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو بيدعمكم بشكل جيد وبعزز من علاقتكم ما بينكم وبين زملائكم ورؤسائكم بالعمل وبرضو بيدعمكم في العمل المشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء في تحالف من الأصدقاء أو أصدقاء بتساعدك في مسألة معينة أو بدعموك في مسألة معينة ممكن تحقق بعض الإنجازات بمساعدتهم وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب برضو ما في أي خوف على مستوى العمل على مستوى الصحة أنت مسيطرة على الوضع بشكل جيد تقدر تنجز هاي وتقدر تهتم في هاي على الجهتين ولكن ممكن تحمل الأجواء شوية قلاق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بما أن القمر صار في البيت السادس يعني الوضع عندكو شوي ضاغط اليوم على المستوى النفسي برضو بسبب لكم نوع من أنواع التوتر والقلق وبرضو بسبب نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أو العصبية في بعض الأوقات بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان تبعد عن حديث المزاج والتقلب والوسواس وردات الفعل مهما كانت الظروف حاول تضبط أعصابك خلال هذا النهار حاول تخرج وتشوف الناس ابعد عن الأجواء المشحونة قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع القلق على الوضع المالي أو مسألة مالية أو التزام معين حاول أنك تنتبه لأموالك من الصرقة أو الضياع أو من المحتالين والنصابين بالفترة هاي ركز بشكل جيد حاول أنك تجد مخارج أو يعني ممكن يصير فيه ضغط على بعض الأمور المالية يعني ما تقدر تجد مخارج معينة لحلها اتركها ليومين ثلاثة الأجواء بتصير لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم فيه نوع من أنواع الإيجابية بخف حدية المريخ عليك لكن بالظل العصبية موجودة ممكن تنشط باتصالاتك وحواراتك ممكن يكون لك نوع من أنواع التواصل أو التعامل مع أخ أو جار أو تبرع في حل بعض المسائل بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة لتعاملك مع أخ أو جار يعني حاول تضبط أعصابك والأمور بتمشي بشكل جيد حاول أنك ما تستاء وما تتدخل بشؤون غيرك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الرابع تقريبا منقدر نحكي أنه يعني هي تحدث بعض المفاجآت على المستوى البيت أو العائلة فعشان هيك يضبط أعصابك أثناء تصريف أمورك العائلية ما تحدث فجوة أو بعد أو جفى ما بينك وبين العائلة خلي الأمور المفاجئة هاي يتعامل معها بطريقة حكيمة بدون عصبية وحدية ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأخطاء أو أمور بتتعلق بمثلا أمر بتطلب مصاريف أو دفعات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا مع الأحبة بشكل روتيني بس أهم شيء إنك ما تتحسس وما تسيطر على أمور الشك والغيرة بقدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا نقول لك هنا بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في مواجهة أو بين زملاء وما تدخلوا أنتوا في مواجهة ما بين الزملاء أو رؤساكم بالعمل بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم هاي الفترة بتكثر فيها المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على صحتك هاي فترة دقيقة جدا خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء اليوم تحمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب في وجهات النظر ما بينك وبين الشريك أو حل مسألة إلها علاقة بالشريك شريك المال أو شريك العاطفة يعني ما بين الأزواج وبرضو تطور معين على مسألة إلها علاقة بأمور بالوضع القضائي أو ظهور مسألة قانونية أو شغلة زي هيك ممكن أنك تحلها بشكل إيجابي أو تكون لصالحك في بعض المواطن أما بالنسبة للبيت الثامن فدير بالك اليوم من الأمور المالية أو من أمور إلها علاقة بالوضع المالي أو تطور مالي بسبب قروض أو دفعات أو التزامات أو أموال المشتركة ممكن شوي تسبب لك نوع من أنواع العبئ خلال هذا اليوم فبدك تنتبه وبرضو أنتبه من النصابين والمحتالين وبرضو بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى اتصلاتك لبعيدة أو الخارجية أو مع أشخاص أجانب إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل إيجابي وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو جيد بيدعمك بقوة بتقدر اليوم تعزز من علاقتك بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وتنجز بعض الأشياء المهمة بطريقها مشتركة يعني تتعاون في هاي المسألة بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء برضو جيد اليوم ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو نشاط معين أو تنجز بعض الأمور بمساعدة صديق وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو مثلا اجتماع عائلي أو ما بينك وبين الأصدقاء بيكون فيه لقاء معين بيساعدك في بعض المسائل أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تكون حذر بشكل كبير خلال هذا اليوم من أمور ممكن تحدث بعض الفروقات أو التطورات على مستوى العمل على مستوى الصحة فعشانك بترجع منقول لا تهمل صحتك راجع أمورك الصحية بشكل جيد وبرضو اهتم براحة بالك وابعد عن أي مشاكل لها علاقة بالعمل حاول تنجز كل أعمالك وما تخليها تتراكم برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء اليوم أحسن نفسيا صحيح أنه نبتن بشكل زوايا فعشان هيك ممكن تتوتر أو تضعف ثقتك في نفسك أو تنشحن بطاقة سلبية بسهولة من بعض الأشخاص اللي يظلوا يشكوا أنت تسمع أو من شكوى أو مشاكل الغير هي اللي تأثر عليك نفسيا حاول أنه اليوم تبعد عن الأجواء السلبية قدر الإمكان استمتع وانطلق يعني في أي شيء ممكن يغير الأجواء عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تقريبا أحسن على المستوى المالي اليوم ممكن تظهر بعض الاهتمامات المالية أو المكاسب المالية أو حل مشكلة مالية كانت صعبة في الأيام الماضية أنها تنحل أو ظهرت في الأيام الماضية ممكن تهتم ببعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو تحقق بعض المكاسب اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية ولكن حافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تحذر من المفاجآت من اتصال أو من معلومة أو من خبر ممكن يزعجك ويوترك خلال هذا النهار برضو أثناء تنقلاتك وحواراتك بدك تكون ضابط لعصابك لأنه ممكن تتوتر وتعصب بسهولة أثناء تنقلاتك انتبهتنا قيادة السيارة من المفاجآت وبرضو إذا كان عندك امتحان أو يظهر امتحان بشكل مفاجئ أو أسئلة تكون مش متوقعها فالنتائج رح تكون عجيبة غريبة خلال هذا النهار على مستوى بيتك الثالث وممكن لقاء أو حوار ما بينك وبين أخ أو جهر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الرابع ما فيه أي مشاكل يعني الحوار والنقاش والأعمال البيتية والإنجازات كلها روتيني يعني بتنجز كل شيء إلو علاقة بالبيت والعائلة بشكل روتيني وعندك قدرة على إنجازه بكل سهولة صحيح إنه فيها بعض الأشياء ممكن تظهر عند بعض الأشخاص من موليد برج الحوت بشكل مفاجئ ولكن عندك قدرة لحلها أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا القمر بما إنه موجود ومنتحس فعشان هيك يعني تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم بتكونوا حساسين زيادة عن اللزوم ممكن تعززوا العلاقة معهم ما تسمح لأحد بإنه يغشك ممكن تحمل الفترة هاي انفراج بسيط وتعاطف حاول إنك ما تقف مكتوف اليدين اتحرك وبرضو ما تخلي الحساسية أو الغضب أو الزعل من الحبيب إنه اليوم يكبر أو يكبر الفجوة ما بينكم وما تتدخل بشؤون الأحبة اللي هو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الحبيب نفسه يعني الشكوك والغيرة والتقلب المزاج ابعد عنها قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء أحسن وأحسن اليوم على المستوى الصحي فاليوم بتحس بتحسن أفضل أو بلشت الأمور تستقر عندك أو ممكن تجد علاج لوضع صحي كان معقد بالفترة الماضية ممكن يطمئن بالك لمسألة إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو دعم معين في مكان العمل أهم شيء إذا كان فيه مشروع أو ملف معين أو درسه بشكل جيد وما تعتمد على الحظ إنه بس والله مجرد وقعت فرصة وخلص أما بالنسبة للبيت السابع فتعاملكم ما بينكم بين الشراكية أو الأزواج هو روتيني على حسب طبيعتكم وتتعاملوا خلال هذا النهار بدون لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم إذا أنتوا أطبعكم هادية بتمشي الأمور بهدوء إذا أطبعكم صعبة وفي مشاكل ما بينكم اليوم بيكون في مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فحتى على الأموال المشتركة ما في أي خوف ولكن حاول أنك تنتبه على أموالك من الصرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أو أنك تراكم بعض الديون أو الحسابات أو تهملها ففي الفترة القادمة تكون عبع عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء حتى على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية ولكن أنه ممكن يجيك الخبر يعني يكون صادم بالنسبة لك أو مفاجئ بالنسبة لك أو يلفت انتباهك بشكل كبير اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر يعني الأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة ما في أي مخاوف بتعزز سمعتك والعمل المشترك علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل حتى تقديم طلبات للعمل في فرص تدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ديروا بالك من أي مواجهة أو أي علاقة سيئة ما بينك وبين أصدقائك أو صديق دير بالك من حديث الطباع دير بالك من الانتقاد المباشر دير بالك أنك تدخل في شؤونهم الأجواء اليوم حادة بشكل عالي جدا تحدث فروقات كبيرة وتحدث مشاكل بشكل كبير فعشان هيك ابعد عن أي شيء ممكن يسبب لك إساءة أو يسبب لك مشاكل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما فيها أي قلق ولا أي خوف بالعكس عندك قدرة على إنجاز أعمالك عندك سرعة بديهة عالية وعندك يعني هيك محبوب في مكان العمل وعلى مستوى الصحة ما في أي قلق ممكن إذا كان في قلق بيكون القلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء